ودلوقتي هنروح مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورا مع زميرتنا العزيزة مريم ساميح اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع والجديد بالذكرة هكون لها اللقاء مع الأستاذ أيمن جيلبرتو مدير تحرير موقع يلا كورا مريم صباح لكل عليك وصبحنا على الأستاذ أيمن فضلي صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير عليك يا نهواندو وصبح طبعا على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل موقع يلا كورا هيكون معانا عدة عنوين طبعا هنتناقش فيها في خلال جولتنا الصحفية مع الأستاذ أيمن جيلبرتو مدير تحرير بموقع يلا كورا ولكن في البداية خلينا نفكر مشاهدينا بمواعيد مباريات اليوم وأبرز مباريات اليوم في الدوري المصري البداية طبعا مع الجونة وبرمتز في تمام الساعة السبع مساء كمان أسوان مع المؤولين العرب في تمام الساعة السبع مساء وأخيرا المصري وسموح في تمام الساعة التساعة مساء أبرز العنوين اللي هتكون معانا النهاردة العنوان الأول من روسيا اليوم محمد صلاح يرتدي أشارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا والجابون ومن اليوم السابع أغلى عشر صفقات في تاريخ منشستر يونيتد فاران ينضم للقائمة ومن صحيفة الشرق الأوسط تانشيلوتي يكيل المذيح لبنزمة بعد قيادته ريالي إلى انتصار أول في الدوري الإسباني والعنوان الأخير اللي هيكون معانا النهاردة فيه جولتنا الصحفية من الجمهورية أونلاين فدرر يخضع لجراحة جديدة تبعد عن الملاعب لفترة طويلة طبعا هنتناقش في كل هذه العنوين مع ضفنا العزيز أيمن جلبرت مدير تحرير بموقع يلا كورا طبعا بصبح لك أيمن في البداية منوارنا ومشرفنا على شاشة قناة النادي الأهلي يمكن عايزين نبدأ بمحمد صلاح خلاص يعني الجهاز الفني للفرعنة بقيادة حسام البدري حسم الأمور وأصبح يعني شارة المنتخب رسميا لمحمد صلاح بعدما كانت أو كان يعني محمد صلاح يرتدي هذه الشارة بشكل غير رسمي وهتكون يعني معاه في أنجولا والجابون ضمن مباراة الجولة الأولى والتانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عشرين اتنين وعشرين أهلا بيكو طبعا مخالات النادي الأهلي من صبح على كريم ونهواند طبعا ده كان من أهم الملفات المسيرة للجدل في فترة تولي كابتن حسام البدري إدارة الفنية المنتخب مصر موضوع شارة القيادة حتى صحف العالم نفسها كانت بتتداول الأمر وكان يعني موضوع عامل أزمة كبيرة إعلاميا تم حسمه الحمد لله بشكل رسمي من خلال القرار اللي أعلنه الجهاز الفني المنتخب إن بالتنصيق مع اللاعبين تم خلاص إن الشارة مش هنبقى بنظام الأقدمية هي الشارة حاليا هتبقى لمحمد صلاح أعتقد يعني إن لو محمد صلاح مش موجود في الملعب ستعود لنظام الأقدمية من الأقدم في الملعب ولكن محمد صلاح واحد من طبعا من أهم اللاعبين في تاريخ مصر لم يكن هو الأهم طبعا بسبب النجاحات اللي هو بيعملها في أوروبا والأرقام القياسية اللي وصلها في إنجلترا وفي العالم واحد من الطوب فايف في العالم بالتأكيد إن هو لما يبقى حامل شارة قيادة منتخب مصر دي حاجة بتزيده هو يعني بريستيج وكده وسط اللاعبين في العالم مثل كريستيانو وميسي وكل النجوم اللي هم الكباتم طوال المنتخبات فدي طبعا هتبقى حاجة كويسة بالنسبة لمحمد صلاح وبالتأكيد برضو حاجة كويسة للمنتخب مصر هو إيه الروح اللي ما بين اللاعبين إن هم ما فيش أي مشاكل وما كلهم جيل واحد لو بنظام الأقدمية يعني الموضوع ماتش أو ماتشين اللي فارق ما بينهم كلهم فدي حاجة كويسة ونتمنى الأهم بقى إن المنتخب في المباراتين أنجولا والجابون يحقق المكسب اللي هو يريحه في التصفيات يعني العنوان الثاني طبعا معنا بعد رسميا ما تم التعاقد مع المدافع الفرنسي رافيالا فاران من قبل طبعا منشاستر ينايتد بعد ما يقرب من عشر سنوات قضاها رافان في ريال مدريد يمكن الصفقة وفقا لصحيف الدسان بقى تحتل المركز العاشر في قائمة أعلى صفقات منشاستر ينايتد بشكل عام على مدار التاريخ 42 مليون جنيه استرليني بما يعادل 50 مليون يورو تعليقك على الصفقة خاصة أن هي أصورة جدل كبير طبعا يعني احنا كلهم تابع دلوقتي اللي بيحصل بما يخص الصفقات اللي هي ريال مدريد وبرشلونا على قد ما بيضاروا دلوقتي بيحاول أن هم يتخلصوا من عدد كبير من اللعيبة عشان بسبب أزمة الرواتب اللي عندهم فاران طبعا اسم كبير في ريال مدريد ومدافع مميز جدا سواء مع ريال مدريد كان أو مع منتخب فرنسا هي صفقة طبعا خدت وقت ولكن كان كله عشان لاتفاق على المقابل المادي لحضرتك زكارتي دلوقتي 50 مليون يورو خلاص يعني الأرقام 50 مليون يورو دلوقتي ده مش مبلغ يعني بعدين نتكلفه مدافع كمان إنه بيدفع فيه 50 مليون يورو يبقى من أغلى المدافعين ده منشاستر دلوقتي نفسه جايب مدافع قبل كان ماجواير بمبلغ أعتقد كان 80 مليون يورو دلوقتي احنا خلاص بنتكلم في المية وانت طلع لسه هنشوف كمان هاري كين لما يروح منشستر سيتي الصفقة تبقى بكام لوكاكو لسه أغلى لعيف في العالم قبلية على طول كان جريليش فخلاص الدنيا دلوقتي كلها احنا بنتكلم في المية واحنا طلعين يعني ربنا يرزق الجميع وان شاء الله الأهم أن نشوف اللعبة دي تمتعنا في الملعب ونشوف مانشستر نويت هل هيقدر نوه يرجع تاني على عرش انجلترا ولا سيتي هيفضل مسايتر ولا ليفر بول هو اللي هيرجع تاني ياخد اللقب الصراعة جميل جدا في بريمير ليج شفناه أول أسبوع ونتمنى نحن نستمتع به في اللي جاي يمكن العنوان التالت معنا النهاردة عن أنشلوتي مدرب ريال مدريد كان فيه وصلة من المذيح طبعا للمهاجم كريم بنزمة بعد الفوز على ألافس أربعة واحد خاصة أن بنزمة أحرز هدفين يمكن كمان تتكلم أنشلوتي أنه أصبح بنزمة لاعب متكامل وأنه هو أصبح أفضل مما كان أنشلوتي بيدرب الفريق خلال السنوات الماضية يعني تحديدا 2013-2015 هو شايف أنه بقى فيه فرق في مستوى بنزمة كبير جدا طبعا بنزمة في الأساس لما راح ريال مدريد في البدايات من السنوات الطويلة هو كان لعيب مميز جدا يمكن طبعا في ريال مدريد الأمور مختلفة جماهريا في نادي على طول كان كل موسم بيجيب نجوم كبيرة جدا نتكلم في فترة طبعا كريستان رونالدو كان هو المسيطر على كل حاجة في ريال مدريد وكان بنزمة على طول عامل مساعد معاه وعلى طول موجود يمكن طبعا السنوات اللي بقى جارس بيل مثلا فيها ما كانش كويس بعد كده لما كريستان رونالدو كمان مشي فكانت كل الأنظار على كريم بنزمة اللي هو المفروض هو اللي يشيل الفريق كريم بنزمة في الآخر سنتين تلاتة بنتكلم في اللاعب فعلا تطوره بقى واضح جدا وفعلا بقى لعب مكتمل قائد في الملعب وهداف ويعني بيعمل كل حاجة لريال مدريد أعتقد كمان بقى احنا بنتكلم مع رحيل ميسي من برشلونة فهي فرصة ان ممكن كريم بنزمة يسيطر على بعض الأرقام اللي كان منها صعب في وجود كريستان وميسي ان هو يبقى رقم واحد فيها لكن دلوقتي يبقى عنده الفرصة ان هو يبقى رقم واحد وعنده فرصة ان هو يقود ريال مدريد لليجة جديدة وبطولات أخرى في أسبانيا حتى على المستوى الأوروبي يمكن على المستوى الأوروبي الأمر يبقى صعب ان ريال مدريد وبرشلونة للأمانة يعني فقدوا كتير من قوتهم الفترة الأخيرة وكمان مشاكل تتعلق بقواعد الليجة بتاعت المرتبات واللعب المالي النظيف دي قللت شوية من السفقات اللي هم بيعملوها بالشكل القوي ولكن في أسبانيا يفضل استراع ريال مدريد وبرشلونة لكن بنزمة يعني عنده فرصة أكبر ان هو اللي هو يبقى مسيطر وعلى مستوى الشخص سبعا بتمناله ان هو يقود ريال مدريد للليجة أخيرا يمكن لعب التنس العالمي روجر فادرر أعلن عن خضوعه لجراحة في الرجبة وهي اللي هتتسبب طبعا في غيابه عن البطولات خاصة بطولة أمريكا المفتوحة بسبب مرحلة التعافي يمكن فادرر تكلم أكتر مع جمهوره أنه الموضوع طبعا هيكون صعب عليه وصعب كمان على الجماهير وأنه هو يعني مش عارف يمكن طبعيات فكرة أنه هو يخضع العملية الجراحية وهو عنده أربعين سنة شايف يمكن مرحلة اللي بيمر بيها فادرر دلوقتي في الظروف الحالية يعني والجمهوره كمان بتعبر عن إيه يا أكيد أي لعب يعني طبعا فادرر واحد من عزماء التنس طبعا عمل السن دايما بيبقى مشكلة أي رياضي خصوصا لما كمان بيصل لمرحلة للإصابة لو في إصابة في عملية جراحية الموضوع لما بيحسنه بيطول غيابه عن الملاعب ده بيبقى أمر صعب بالنسبة لأنه هو ما بقاش ضامن هل هو هيقدر يرجع يتعافى بشكل سريع ولا لا في ظل طبعا عنده منافسة شرسة جدا مع الجيل اللي طالع في التنس أكيد الأمر صعب على فادرر وجمهور فادرر والناس اللي هي عشاق التنس لواحد الاسم كبير واسمه ممتع النقيعي نتمنى له إن شاء الله أنه هو يقدر يتعافى بالشكل اللي يخليه يرجع يكمل مسيرته ويحقق ألقاب مميزة ويبقى ختامه حتى لو أنه في يوم الأيام لازم طبعا هيعتزل يبقى اعتزاله في الملعب لأنه دي تقى صعب على أي رياضي أنه هو يعتزل برا الملعب بسبب الإصابة فإن شاء الله مسيرته الكبيرة دي لما يعني مرحلة الختام يبقى هو بشكل كويس وسليم ويقدر أنه يعتزل وهو في الملعب واقف على رجلية بشكرة جدا أيمن جلبرتو نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النيدي الأهلي ده طبعا كان حوارنا النهاردة وجولتنا الصحفية في أبرز العنوين اللي صدر صباح اليوم مع مدير التحرير بموقع يلا كورا الأستاذ أيمن جلبرتو بشكركم جدا العودة لكم مرة نحن اللي بنشكر الجزيد الشكر إزميليتنا العزيزة مريم سميح وأكيد بنشكر طبعا أستاذ أيمن جلبرتو والشكر موصول للزميلة الجميلة هانا أبو القصر